جيمي بالتأكيد هنبدأ بمباراة الأهلي ويانج أفريكنز بشكل عام شفت المباراة زي النهار أهلي ده يعفوز كممكن رياحوا كتير جدا في بطورة أفريقيا كان يخرجوا من شوية ضغوط بتحصل الفترة اللي فاتت بسبب الاهتزاز المستوى على نوعا ما مش أقول مرحلة الشك لأفضل مرحلة الشك بشوفوا كبير شوية على اللي موجود دلوقتي في النادي الأهلي وتيحت الفرسل ده كان فيها متغيرات كتير بشايف أن كلر عمل حاجات كتير تساعده لأنه يكسب لعبة مساعدتهش في الشوت الثاني تحديدا الشوت الأول كان شوت متوازن جدا راجل كان عايز يطلع من البروة أرضية الملعب صعبة وكلمة أرضية الملعب صعبة مش معناها وحشة معناها أنه النجيلة تقيلة محتاج طريقة لعبة معينة الراجل نجح جدا في أن يلعب لعبه مباشر وهنشرح ده تفصيليا هو عمل ايه علشان يعدل ده وعدله سريعا تحسب له بشكل كبير جدا شايف أنه المردود على صعيد الصناعة وهنيجي برضو لده في وقت من أوقات الحلقة أنه على صعيد الصناعة الأزمة الكبرى للأهل بيعاني منها وأنا موافق جدا أن الأهل عنده أزمة هجومية أنت تكلم على ده في الانتراك كريم موافق جدا لكن هنقول أزمة تهدفية أزمة تهدفية أنا موافق جدا لكن أنا مختلف معك أنها ليست الأزمة الأولى أزمة الأهل الأولى الموسم الحالي في الصناعة أكتر منها أكتر منها في التسجيل هتقولي طب ما الأهل النهاردة أطيحت ليه فرص كتير أيوه إمتى الأهل بيعمل كده لما يكون المنافس بس لما يكون المنافس في المتناول فرقي كبير في المستوى ميدياما سان جورج المباراتين والنهاردة هتلي بقى مبارات ثانية سان داونز ممكن تلاقي المبارات كلها خلصت بلا فرصة مبارات سموحها الأخيرة بلا فرصة مباراة الجونة فرصة واحدة في المباراة فأنت عندك مشكلة أكبر بكتير في الصناعة طيب إيه اللي نجح الأهل السنة اللي فاتت؟ هل الأهل السنة اللي فاتت يا كريم كان لا يعاني في الكونفيرجن ريت أو معدل تحويل الفرص لأهداف؟ لأ كان بيعاني لكن كان إيه الفارق؟ إنكم بيصنع 14 و 15 فرصة خطرة في المباراة فأنت لما بتسجي الجونة لتلاتة تطلعت كسبان وإنت مضاعك كتير قوي اللي بيحصل للسنة دي إيه؟ إنك بقيتش بتصنع كتير بقي بيجي لك اتنين أو تلاتة وإنت لسه مصمم ولسه عندك نفس الأزمة بتاعت التحويل اللي احنا بتبقين إنها موجودة أنا بقولش إنها مش موجودة لكن فيه أزمة أكبر منها بكتير هي اللي حولت الأداء من وإنت بتضيع برضو بتكسب ومسيطرة على كل البطلات حولته لإيه إنك لما بتضيع ما بتكسبش عظيم جدا